نهاية متوقعة لرجل مراوغ حيث شكل علي عبدالله صالح طيلة سنوات حكمه منهجاً للحاكم المتحضلق يراوغ حلفاءه قبل الخصوم وفي خاتمة القول انتفذ الرجل لكن ضد نفسه فهو الذي قيل عنه الكثير لم يكن يهتدي لشيء إلا ليرتد عليه ساهم في الوحدة اليمنية فقاد حرب 94 أنشأ قوات مكافحة الإرهاب وكان يطلق المتشددين من السجون سلم السلطة للرئيس هادي ثم عاد وتحالف مع الميليشيات الإنقلابية خاض ستة حروب ضد جماعة الحوثي فقادهم من الجبل إلى القصر وفي الأخير حاول أن يضع شروطه الأخيرة بالتواصل مع التحالف العربي لكنه أيضاً ظل مقيم تحت ذل الجماعة الإنقلابية ذاتها قبل سنة حاصرته الميليشيات فقتلته قيل أن مكمن الخلاف هو تنسيق الرئيس المخلوع مع أبو ظبي وقيل أنه كان يرسل وسطع إليهم إن كشف أمر صالح إذن ورفاقه من رجال القبائل الوسطع من كانوا أبعد من عملاء مزدوجين يذهبون بالرسائل إلى عمان والرياضي وأبو ظبي ولا ينسون أن يضع نسخة للحوثي حاكم صنعاء الفعلي فشل التكتيكات صالح السياسية فجنح إلى الخداع العسكري ووسط ذلك ظل كبرياء الزعيم المجروح يدفعه إلى عدم الرضوخ لرفاق الإنقلاب السافر لكن جميع ممارساته كانت تتكشف ومع انتفاضته المعلنة مطلع ديسمبر العام المنصرم اتخذ قراراً بالمواجهة العسكرية انتهت بسيطرة الجماعة وقتل صالح في الرابع من ديسمبر ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد بل ألقوه في ثلاجة مستشفى في صنعاء رافضين دفنه حتى اللحظة إرث من الخيبات والحروب والفقر والجهل خلفها نظام صالح ومحو تأريخ طويل من العبث ليس سوى جراح مفتوحة من سياسات الرجل قد تحتاج إلى عقود للتعافي منها